ينضم إلينا عبر خدمة سكايبين بروكسل الكاتب والمحلل السياسي مالك عثامنة مرحبا بك سيد مالك هل تتوقع بعد انتهاء الجهود الدبلوماسية من قبل اليونان أن يكون هناك أمر عسكري وتدخل عسكري أو ربما مناوشات عسكرية بين اليونان وتركيا في ظل عدم الانصياع للوسائل الدبلوماسية حقيقة أن كل الظروف الدولية الآن تركيا تحاول توسيع نفوذها في شرق المتوسط وهي تعتبر مجال حياوي لها هذا من الجانب التركي الغاز هو كلمة السر في كل ما يحدث حاليا في منطقة الشرق الأوسط ربما في العالم كله أردوغان أعلن في 16 مايل أن تركيا ستبدأ في أقرب وقت بعمليات تنقيب المتوسط هذا الإعلان من قبل رأس الدولة التركية هو تنفيذ لإستراتيجية تركية في هذا الوقت تحديدا وقت الفراغ هذا الوقت موسمي هذا يحدث كل أربع سنوات في وجود الشرق الأوحد في العالم الولايات المتحدة الأمريكية وغياب هذا النفوذ الأمريكي خلال هذه الفترة فترة المنقبل الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة هذا دائما توقيت يستعمل في العلاقات الدولية بخبث أحيانا وبدهاء استراتيجية تركية تكمن في العثور على تلك المناطق الرمادية غير المحسوم أمرة حدوديا أو مناطق زنزاع ضمن المجلات الحيوية مثلا في حالتنا هنا يعني أفهم كلامك أنك تقول أن اليونان ليس بناء على أن أردوغان يلعب على المناطق الرمادية بأن اليونان وضعوها غير قانوني في هذه المسألة هذا ما فهمت لا يونان من جهة اليونان هناك أيضا تصعيد الحكومة اليونانية أعلنت أنها ستتخذ حين سؤل حين سؤلت الحكومة اليونانية عن موضوع تدخل عسكري أو عمل عسكري لم تجب بالنفي بل أكدت أنه قد يكون ذلك هذا أمام تصعيد تركي أن تتحدث عن غاز بـ تريليون من الدولار موجود في منطقة البحر المتوسط أن تتحدث عن مشاريع ضخمة ليست بين التركية واليونان هناك منتدى الغاز المتوسط الذي يشمل مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وهو برعاية أمريكية بدعم هائل من إدارة ترامب في واشنطن وهذا حدث في عام 2019 كما أعتقد في صيف عام 2019 كان في اجتماعه هاتان الدولتان سيد مالك هم عضوان يعني أعضاء في حلف النيتو هل سيكون لحلف النيتو دورا في تهديئة الأمور وفضي هذا الخلاف أم أن النيتو لا يمكن أن يتدخل وإذا تدخل سيفشل ما هو رأيك؟ أعتقد أنه الخلاف نفسه سيعيد تشكيل التحالفات والتكتلات الدولية ضمن نظام عالمي جديد هذا الخلاف نفسه ليس خلاف بين دولتين هو خلاف إقليمي دولي أكبر من ذلك بكثير بكثير جدا لا ننسى أيضا أن اليونان هي عضوة في الاتحاد الأوروبي وفي حين فشل وفي حين فشل النيتو في يعني لم الشمل بين هاتين الدولتين وحل الخلاف هل يمكن الاتحاد الأوروبي أن ينزح إلى اليونان في ظل هذا الخلاف وصرع مع تركيا؟ الآن إذا نحكي من ناحية سياسية أعتقد أن الاتحاد الأوروبي من مصلحته الوقوف مع اليونان من ناحية اقتصادية إذا تحدثنا عن الغاز فقط فالاتحاد الأوروبي ما أخذ راحته لأنه هو سوق للغاز القطري والروسي بالنسبة للروس هم داعمين للأتراك في هذا الموضوع فقط رغم الخلافات السياسية الحادة في سوريا مثلا أو في ليبيا لكن هم داعمين للأتراك لأن الروسيا مهمها تماما أن تبقى تركيا ممر آمن لإمدادات الطاقة الروسية لكن كنت أريد أن أشير يعني إذا سمحت لي كنت أريد أن أشير إلى شيء لا ينتبه له الكثيرون هناك لعبة الدلالات والرموز في السياسة التركية كنت كتبت عن ذلك كثير من المقالات قد تكون مبالغة لكن أحيانا أقرأ في موضوع الأسماء الناقلات أو الفرقاطات التركية أو سفن التنقيب التركية يعني السفينة التي ترسلها تركيا الآن لقبرص اسمها بارباروس بارباروس هذا اسم له دلالاته والأتراك يعشقون الدلالات والرموز بارباروس نسبة إلى خير الدين بارباروس أو خضر بن يعقوب وهو وزير البحرية العثماني نعم 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 أشكرك سيد مالك عظامنا الكاتب والمحلل الأسياسي كنت معنا ترجمة نانسي قنقر